موسيقى سبع الخير أهلا بكم ومشاهدين الكرام وزي كل يوم لقاءنا بيتجدد على مدى ساعتين في هذا الصباح على شاشة إنيل الأخبار وعندنا كالمعتاد مجموعة من الحوارات والموضوعات اللي بتغطي مستجدات الأحداث عندنا النهاردة موضوع عن مبادرات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي اللي بتدعم الفئات الأكثر استحقاقا هنتكلم أكتر عن هذه المبادرات ونشوف الجديد فيها مع أحد العاملين داخل هذه المبادرات عشان نعرف تفاصيل أكتر عندنا أيضا موضوع آخر عن بتخفيضات تصل لـ 30% الزراعة تستعد لإقامة مهرجان القاهرة الدولي الثالث للتمور بحديقة الأرمان بالجيزة هنتكلم أكتر عن هذا المهرجان اللي يمكن يعني ما فيش ناس كتير قوي تعرف عنه أنه بيقام في القاهرة بالتحديد في حديقة الأرمان دايما واخدين على أن حديقة الأرمان فيها معرض الزهور والنباتات لكن مهرجان التمور عادة بيبقى في سيوة دي الدورة الثالثة في حديقة الأرمان هنتكلم أكتر عن تفاصيلها ونتكلم عن ما حدث في الدورات السابقة ده بالإضافة إلى تغطيتنا طبعا المتتابعة والمتوالية لآخر مستجدات الرياضة والاقتصاد خليكم معنا بعد الفاصل حنروح لفقرة إيروبيكس بعدها مباشرة هيكون لنا جولة سريعة مع تقارير المرسلين وأخبار العالم هذا الصباح صباح الخير معكم كابتن عمري طاهر نتكلم النهاردة عن موضوع عادلة البنجي كيف سنأخذ التمينيلينا الصح بالتزوّع الحركات بالأشكال التزوّعات الصحيحة فاصل ورجع لكم تاني ورجع لكم أول حركة النهاردة نلعبها في تأمينة البنجي البنجي البار العالي البار العالي أول حاجة بنعملها بنظبط مقاس الطول على حسب الطول بتاعنا نرفع الجهاز ونحاول بعد وعفر الظهري وامسج الزاورة الصح من أول العلامة يكون الاتنين في مستوى إيه ببعض وبطلع وبنزل أسفر رأبتي وبطلع تاني واحد اتنين ونظم نفسي ثلاثة 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 أول حركة في الشكل ستكون أربع مجميع في عشر عددات هذه ستكون أول حركة في مجموعة البنجي المعرض اتمنى الثاني في حركة البنجي سنلعب البار الفلات ثاني حركة على طول في البنجي بننزل ضهرنا مستوى الجهاز ضهري مفروض بمسك مستوى جسمي بطلع وانزل أسفل البنج واطلع ثاني ثلاثة ثلاثة ونظم نفسي ثلاثة 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 ونعمل ثلاثة الويد طبعا وزن خفيف مشانالعب التكنيك صح مش مهم الوزن المهم الحركة بتاعتي يكون صحيحة وابتدي ارجع وضهري مضبوط واطلع فوق وانزل بزاوية قايمة اثنين تلاتة ونظم نفسي اربعة وحاول مش ايدي هاي اللي الوزن حاول باطلع بصدري اكتر صدري هو اللي بتحرق لازم احس بالعضلة ان انا بلعبها اكتر وانزل واقفل فوق بصدري ونظم نفسي الشكل الصحيح ممكن اول مجموعة بلعب وزن خفيف بلعب عدد كتير منها ومنها ان انا بسخن كويس للعضلة بتاعتي واخر شكل النهاردة في حركة السدر هنلعب البار الفلات اربع مجميع في عشر عدد بيشتغل على البنجي الصفلي من تحت هلعبنا الشكل الاولاني البار العالي والتجميع العالي والبار الفلات واخر شكل معنا البرد كالفلات وبرضه بمسك الوزن التاعي وانزل واجمع فوق وحاول ضهري كله مفروض وانزل مستوى كتفي زوية 90 واطلع اثنين تلاتة اربعة ونظم نفسي واول مجموعة وزن خفيف ممكن اجيب عشرين عدد هتعمل ريكوفر حالو لعضلة والاحماع بتاعنا سيكون صحيح والمجموعة الثانية احنا بنزود الوزن بتاعنا عادي المهم التكنيك بنزل واطلع هنزل مستوى جسمي وابقفل بالعضلة اللي انا بقى لعبها ولازم احس بالعضلة طبعاً اللي انا بقى لعبها مش الدراع هو اللي بيشيل لأ البنجي بتاعي هو اللي بيشيل الوزن اثنين كيه وبكده خلص التمرينة يا رب كون استفادتم واشوفكم في الحلقة الجاية ان شاء الله اهلا بحضراتكم مرة تانية ونبتدي معكم جولتنا مع اخبار العالم وتقارير المراسلين نبتديها بتأكيد الرئيس عبدالفتاح اسيسي حرص الدولة على اتباع ارقى المعايير العلمية والفنية والنفسية والصحية في انتقاء افضل المتقدمين للوظائف العامة واعدادهم وتأهلهم على جميع المستويات وفقاً لاحدث وسائل وبرامج التدريب جاء ذلك خلال مشاهدة الرئيس اسيسي جانباً من اختبار المتقدمين للتحق بعدد من الوظائف في الهيئات التابعة لوزارة النقل نشوف تقرير شهد السيد الرئيس عبدالفتاح اسيسي جانباً من اختبارات المتقدمين للالتحق بعدد من الوظائف في الهيئات التابعة لوزارة النقل وهي الاختبارات التي تتم بالتعاون مع الاكاديمية العسكرية المصرية لتعزيز جهود اختيار افضل الكوادر والكفاءات من المتقدمين وفي ذلك الصدد اكد السيد الرئيس حرص الدول على اتباع احدث المعايير العلمية والفنية والنفسية والصحية في انتقاء افضل المتقدمين للوظائف العامة واعدادهم وتأهيلهم على جميع المستويات وفقاً لوسائل وبرامج التدريب الشاملة مشيراً الى ان ما تواجهه مصر من تحديات يتطلب اعداد اجيال وكوادر على مستوى مرتفع من الكفاءة وكذلك بذل اقصى جهد لاعدادها بما يتواكب مع الخطط الطموحة للدولة لتحقيق التنمية الشاملة والتقدم في جميع المجالات على يد ابنائها من الشباب شكرين جداً بسالة طيبة قام السيد محمود توفيق وزير الداخلية بتكريم عدد من اسماء هداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة وتسلمهم الانواط التي صدق رئيس الجمهورية على منحها لهم وذلك خلال الاحتفال الذي اقامته الوزارة بهذه المناسبة نشوف تقرير منح وساب الاستحقاق من الطبقة الثانية اسم الشهيد عميد محمد جمال قام السيد محمود توفيق وزير الداخلية بتكريم عدد من اسماء الشهداء والمصابين بتسلمهم الانواط التي صدق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على منحها لهم تقديراً لما بذله ابناؤهم من عطاء في سبيل الوطن وما قدموه من تضحيات بارواحهم حتى ينعم بالامن والاستقرار منحنوط الامتياز من الطبقة الاولى التكريم تم في احتفالية اقامتها وزارة الداخلية بهذه المناسبة وشاملت منح المتميزين من رجال الشرطة الانواط المختلفة التي صدق رئيس الجمهورية على منحها لهم تقديراً لدورهم في اداء رسالة الامن السامية ويرساء دعائم الامن والاستقرار في ربوع الوطن وخلال الاحتفال اشاد السيد محمود توفيق وزير الداخلية بما يبزله رجال الشرطة من جهود وما يقدمونه من تضحيات لتحقيق رسالة الامن موجهاً التحية والتقدير للمصابين ولارواح الشهداء ومشيراً الى ان تضحياتهم ستظل محل فخر واعتزاز للجميع واكد وزير الداخلية ان تكريماً نماذجاً مشرفة من رجال الشرطة يعد تكريماً لجميع العاملين بجهاز الشرطة ويأتي ضمن اسس ومناهج العمل بوزارة الداخلية تقديراً لجهود المتميزين لتحفيز الجميع لبدل الجهد وتطوير المهارات وتنميتها للارتقاء بمستوى الاداء في مختلف مجالات العمل الامن هذا التكريم لأسماء الشهداء والمصابين والمتميزين من رجال الشرطة إنما هو حافظ لبزل المزيد من العطاء وتطوير الاداء للارتقاء بمعدلات الاداء الامني الذي يرسخ لدعائم الامن والاستقرار قام التحالف الوطني للعمل الاهل التنموي ممثلاً في مؤسسة صناع الخير للتنمية احدى كينات التحالف بالتعاون مع مجموعة للاستثمارات المالية والرقمية بتنظيم احتفالية لتقديم منح دراسية شاملة لعدد 200 طالب من طلاب الجماعات التكنولوجية بإجمال مبلغ 2 مليون جنيه تقدر المنح للطالب الواحد بعشرة ألاف جنيه سنوياً يستفيد منها طوال فترة دراسته شرط أن يحافظ على تفوقه العلمي وحصوله على تقدير جيد كحد أدنى سنوياً كما تشمل المنح دعم الطالب الذي يحصل على تقدير تراكمي ممتاز ويرغب في استكمال دراسته العليا من ماجستير ودكتوراه كما تعمل المبادرة أيضاً على توفير فرص عمل جيدة للطلاب المستفيدين من المنح شهد وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عشور ووزير النقل الفريق كامل الوزير اجتتاح فعليات المؤتمر الدولي للمدن الذكية 2023 بعنوان نظرة مستقبلية والذي تنظمه كلية الهندسة جمعة عين شمس بالتعاون مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة نشوف تفاصيل أكتر في هذا التقرير رؤية مصر في التوسع في تصميم وتنفيذ المدن الذكية باختيار العاصمة الإدارية لاستضافة فعاليات المؤتمر الدولي للمدن الذكية حيث تعد أول مدينة ذكية في مصر المؤتمر يمثل فرصة لتبادل الرؤى والأفكار العلمية حول تسمار التكنولوجيا الحديثة في المجالات المختلفة وتوظيفها لتحقيق جودة حياة أفضل للأجيال الجديدة المدينة اللي احنا فيها النهاردة في العاصمة الإدارية الجديدة اللي هو الحقيقة مثال طيب على تطبيق مفاهيم المدن الذكية في العمران المصر الجديد من خلال هذه المدن دور التعليم العالي والجماعات ومراكز البحثية في دعم هذه المدن من خلال البرامج التعليمية اللي احنا أولا بنقدمها لولادنا الطلاب والمشروعات البحثية اللي بتتم من خلال مداخل حديثة لربط التعليم والبحث العلمي باحتياجات المجتمع وخطة التنمية في الدولة المدن الذكية هي الضراع الفني للجمهورية الجديدة ومن هنا تأتي أهمية المؤتمر الذي يناقش وضع رؤية مستقبلية لفكرة المدن الذكية والتي شاهدت تطورا كبيرا حيث أن التطور العلمي والتكنولوجي الذي طرأ على تصميم المدن الذكية يجعلها نموذجا واعدا في خدمة المواطنين موضوع المدن الذكية وارتباطه بالتنمية المستدامة لأن التنمية المستدامة هي المظلة التي تحتاجها بنتكلم في كل حاجة سواء كانت تحول رقمي بمدن ذكية كل ما يخدم التنمية المستدامة وحتى ما يخدم قضية التغير المناخي نتكلم دايما في إطار واحد معاه فخور بهذا الحدث وهو المؤتمر الأول لكن أعتقد أنه هيبقى سن هننتهجها في أسنين القادمة في نفس الموعد في أجندة ثابتة وهذه الوسائل النقلة الحديثة والتكنولوجية الحديثة بتؤثر في التقييم للوحدات اللي في المدن الذكية ولأن من أحد العوامل في تحديد سعر الوحدة أو في رفع سعر الوحدة الخدمات ومن أهم الخدمات وسائل المواصلات فبالطبع النقل عليه عامل كبير جدا بالنسبة لسعر الوحدات في المدن الذكية أو غير الزكية لكن طبعا وسائل النقل الذكية مع المدن الذكية ستؤثر تأثير كبير في المرحلة القادمة بإذن الله المؤتمر يناقش مئة بحث علمي منشور من عدة باحثين يمثلون أربعين جامعة محلية وثلاثين جامعة عربية وأجنبية كما تشهد فعاليات المؤتمر مصابقة دولية في مجال المدن الذكية حيث تقدم لها حوالي 183 فريقا تم تصنيفها إلى 12 فريقا وسيتم أعلان الفائزين وتقديم الجوائز في نهاية فعاليات المؤتمر انتلاق فعاليات المعرض الدولي الأول للمدن الذكية 2023 المقام بالعاصمة الإدارية الجديدة يؤكد انتلاق مصر نحو إنشاء مدن ذكية جديدة تستخدم وسائل نقل حديثة من أجل رفاهية المواطن من مقر العاصمة الإدارية الجديدة مقر انتلاق المؤتمر كريم كمال أنيل شهد وزير التربية والتعليم العالي والبحث العلمي الدكتور أيمن عشور ووزير النقل الفريق كامل الوزير افتح فعاليات المؤتمر الدولي للمدن الذكية طيب نتحول لتقرير تاني عفوا بدأت مخازن صرف السلع التموينية التابعة لوزارة التموين صرف مستحقات المواطنين على بطاقة الدعم لمنافذ التوزيع وقالت الوزارة أن المخازن يتوافر بها 32 سلع للدعم تتنوع ما بين الأرز والزيت والسكر والمكارونة وغيرها من السلع الأخرى تقرير بداخل 1500 مخزن بدأ شكل السلع على هذا الحالة اليوم بدأت تلك المخازن بصرف استعادات منافذ الصرف لصرفها للمواطنين في الأول من الشهر القادم نحن نصرف حاليا في الاستعادات على محافظة بنسوف من شمال الجنوب الاستعادة اللي هي يقدر يدخل بها إن شاء الله في أول شهر ثلاثة عشان يبدأ يصرف من واحد ثلاثة إن شاء الله هنا بنسوي في حال مخازنها غيرها من المخازن الأخرى من حيث وفرت 32 سلعة بها تصرف للمواطن على بطاقة الدعم متوفر جميع السلع من سكر وزيت ورز وجميع السلع الحرة 32 سنف موجودين لدى المنظومة التموينية بيجي التاجر وتاجر جمعياتي بيصرف النسبة المكررة ففي كل مخزن توفرت كل السلع من أرز وزيت وسكر ومقارونة وغيرها من السلع الأخرى يصرف منها صاحب المنفذ حسب احتياجاته توفر جميع السلع بالمنطقة من سكر وزيت ورز ومقارونات كل سلع المنظومة وتوفرها بالكامل بكميات ثلاث شهور غير شهر الصرف التاجر ما بييجي بييجي ياخد كل سلعه على حسب احتياجه ما فيش أي عجز في أي سلعة كل ذلك جاء وسط رقابة تموينية كبيرة لضمان وصول الدعم إلى مستحق خاصة وأن الدولة تدفع ما يتعدل أربعة مليارات جنيه شهريا المنظومة بصفة عامة أسعارها معلقة دايما عند التاجر التمويني بكل الأسعار سواء كانت الزيت أو السكر أو الرز معلقة كل الأسعار وإحنا في حملاتنا التموينية بنركز على الإعلان على السلع التموينية المدعمة الموجودة عند التاجر التمويني كون أن المواطن ما بيسألش دي حاجة ترجع المواطن لكن التاجر معلن على أسعاره وفيه تفتيش وفيه رقابة مستمرة على أسعار السلع التموينية المدعمة رقم يأتي وسط أرقام كبيرة لتوفير احتياجات المواطن من السلع التي لا يدفع فيها أكثر من الخمسة جنيهات وبينما تدفع الدولة ما يصل إلى الأربعين مليار جنيه سنويا لدعم السلع التمونية هناك الكثير من معارض أهل الرمضان سواء بالشوادر أو بالمجمعات السلاكية ففي كل مجمع استلاكية وسلسلة تجارية وكل قرية ومدينة انتشرت معارض أهل رمضان بتخفضات انتصل إلى 30% عندنا في الشركة المصرية ركن لأهل رمضان وجميع فروع الشركة المصرية على مستوى المحافظة فيها ركن لأهل رمضان متوفر في السلع الأساسية بأسعار زي الأسعار الموجودة في المعارض أسعار مخفضة من نسبة من 20% ل 25% على أي حال فإن السلع متوفرة والتخفضات موجودة والسلع المدعمة تتوفر عند أكثر من الأربعين ألف منفزة وما على المواطن إلا الاختيارة رمضان الشحاة النيلة في مدينة غزة يحول فنان فلسطيني قطع الخردة المعدنية والأدوات التي لم تعد صالحة للاستخدام إلى أعمال فنية نشوف تقريب في منطقة المغراقة جنوبية مدينة غزة يحول الفنان الفلسطيني عساف الخرطي قطع الخردة المعدنية والأدوات التي لم تعد صالحة للاستخدام مثل قطاعات والمفكات المستهلكة إلى أعمال فنية هاي الخردة أو القطع الحددية أو العدد الغير صالحة للاستعمال المتروكة في كل مكان أو استغنى عنها المجتمع في سبيل أنه هي أصبحت غير صالحة للاستعمال فهاي الشغلة أنه حبيت أن أنا أعمل منها مجسمات تخدم قضيتنا تخدم القضايا المجتمعية أو أن أنا أركز على المشاكل قطاع غزة بحد ذات ومن بين إبداعاته حقيبة من الخردة المعدنية ومنحوطة لشخص وحقيبة أطفال مدرسية كل قطع الحددية إلها دلالة معينة إذا كان في العدد اللي أنا أستخدمها بحب أنها تكون موجودة في كل عمل اللي مثلا زي الزرادية أو القطاع أو المفاتيح أو المفكات يعني هاي القطع بتخلي قرب بين المشاهد وبين العمل بصبح العمل مألوف لإلوك ويوضح الخرطي أن أعماله الفنية تمثل الحياة اليومية للشباب الفلسطيني الذين يعيشون داخل غزة ومعاناة أولئك الذين هاجروا ويعيش حوالي مليونين وثلاثمائة ألف نسمة في قطاع غزة تحت ضغط حصار إسرائيلي مستمر منذ خمسة عشر عاما استضافت محكمة كولومبية هذا الشهر أول محكمة قانونية لها بواقعية افتراضية وفي جلسة الاستماع اللي عقدتها المحكمة أو محكمة مجدالينة الإدارية في كولومبيا لمدة ساعتين ظهر المشاركون في نزاع مروري كصورة رمزية في قاعة محكمة افتراضية ارتدت القاضية ماريا تريانا عباءة قانونية سوداء وتعد كولومبيا من أوائل الدول في جميع أنحاء العالم التي تختبر القرب القانوني الحقيقي في الواقع الافتراضي الغامر لجعل المساحات الرقمية تبدو أكثر واقعية في كثير من الأحيان مع تكسيدات تمثل كل مشاركة في الصين تمكن المهندسون من ابتكار روبوت لتسهيل عملية الصناعة وقد تم تصميم الروبوت على شكل ذراع يمكنه التقاط وحمل المعدات باستخدام تقنية التحكم فيه عن بعد تم استخدام تقنية الذكاء الاصطناعي أيضا في ابتكار هذا الروبوت وهي تقنية تقلل فرص عطل الروبوتات ومن المتوقع أن يتم استخدام هذا الروبوت في الصناعات الطبية ويرى العلماء الصينيون أنه مع توسيع القدرة الانتاجية للمصانع تظل الحاجة مستمرة لمزيد من التقنيات الحديثة لتحقيق أعلى جودة وتوفير مزيد من الوقت والجهد الخاص خاصة مع قلة عدد العمال الماهرين في القطاع الصناعي بالصين تعد ماليزيا بلدا غنيا بالتنوع البيولوجي وبه مجموعة كبيرة من الزواحف مما أدى إلى التفكير في افتتاح أول مقهى لهواة تربية الزواحف في كوالا لمبور في ضواحي كوالا لمبور يقدم مقهى ماليزي الحلويات مصاحبة بصوت فحيح الأفاعي وذلك لإعطاء فرصة لمرتاد المقهى ومحبي الزواحف للاستمتاع بتناول كعكاتهم وفطائر الوافل إلى جانب السحال والثعابين المقهى الصديق للحياة البرية والذي افتتح للجمهور في ديسمبر الماضي مليء بالزواحف التي قام صاحب المقهى بتربيتها وجمعها على مر السنين على أمل أن يكون هناك موقف إيجابي من الناس تجاه الزواحف التي تعتبر في العادة غير جددة أتمنى أن يرى الجميع الزواحف وكأنها نوع من أنواع الحيوانات الأليفة التي يمكن تربيتها في المنزل مثلها مثل الكلاب والقطة يتيح المقهى الصديق للحياة البرية لمرتديه فرصة التفاعل مع الزواحف أسوة بالعديد من مقاهي القطة المنتشرة في قارة أسيا لطالما كنت مهتمة بالثعابين والسحالي وهنا في هذا المقهى يمكنك أن تتفاعل مع الزواحف وهي تجربة ممتعة حقا يتكون المقهى من العديد من الصناديق الزجاجية المغلقة التي تحتوي على أنواع مختلفة من الزواحف وهناك العديد من الموظفين الموجودين للإجابة عن أسئلة المهتمين بتربية الزواحف فضلا عن ضمان سلامة كل من الحيوانات والزبائن أخبرني صديقي مؤخرا أنه اشترى صعبان من هذا المقهى وفقرت في المجيء هنا لشراء صعبان من مثله تعد ماليزيا بلدا غنيا بالتنوع البيولوجي وبه مجموعة واسعة من الزواحف مثل السعابين والسحالي والتماسيح التي يمكن العثور عليها في أدغاله الاستوائية الكثيفة وتلعب الزواحف دورا مهما في أي نظام بيئي إضافة إلى أدوار أخرى مهمة في السلسلة الغذائية للحياة البرية خبرنا الأخير عن حالة التقس حيث يتوقع خبراء الأرصاد الجوية أن يسود اليوم تقس ماء للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد حار على جنوب الصعيد بينما يسود تقس بارد ليلا على أغلب الأنحاء وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من واحد ونصف متر إلى مترين وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف دي كانت أخبارنا النهاردة اللي ابتدين بيها معاكم يومنا في هذا الصباح نروح لنشرة رياضية من بعدها أولى فقراتنا الحيوانين ترجمة نانسي قنقر